اشتركوا في القناة 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 30 كويس عادي جدا وبنكتب اللي احنا عايزين نكتبه عادي اهوتي برضو حجم الكلام صغير نقدر نخليه اكبر زي ما احنا شايفين نقدر نكتب احنا هو الكلام بيجي كبير جدا كبرناه جدا ده زي ما احنا شايفين دي كانت طريقة بسيط لو انا كتبت حاجة كده وعايز امسحها وعايز امسح المشروع كامل بتاع الكتابة عايز اعمل فيها اي حاجة الطريقة سهلة جدا وبسيط ده الكتابة جدامي اللي انا كتبتها بايجي هنا زي ما احنا شايفين وده النح ده هاتف فيها الصورة الحاجات اللي انا نضفت على الصورة انا ضفت الكتابة دهياتي مش عاوز بجف عليها وبسحبها لتحت كده بتتمسح دي برضو الصورة زي ما قولنا لو حابين نضيف صورة ونعدل عليها يعني هنا برضو مثلا الادة دهياتي حابب مثلا اغير في الصورة عايز اغير مثلا لون الجورة اخليه كويس الادة دهياتي زي ما قولنا بندوس كده بتصهر قامة الادوات انا اختار الميكسر براش تمام عايز مثلا عاجبني المنطج دهياتي لون البشرة كويس عايز انجله خليه زي اللون الفوق ده كده بجف هنا بدوس على alt alt زرار alt في الكبار ده بدوس عليه كده وبدوس كده كده انا بجله خد من اللون دهويت كده وخلي المنطج دهي اللي انا همشي عليها تشبه اللون لتحت وبسرعة كده بعمل كده بالمناسبة الدويرة دهياتي بعد ما دخلت على الادة لو عايز اكبرها من حرف 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 صغر تمام وبعمل بشتغل كده بسرعة طبعا لحظنا اختلاف البشرة لو انا غلطت هنا مثلا شايفين غلطت مثلا بوسط الدنيا خالص ودخلت على الشعر وكده وده مش التجمل اللي انا كنت عايزه خالص ادي على قائمة ويندوز واختار حاجة اسمها ومن اول ما استعملت البرش تول انا اقدر الغي لو انا غلطت اول ما غلطت خدت بالي اقدر ارجع خطوة مش فاكر بالزبط اقدر ارجع كتير زي ما احنا شايفين اقدر ارغي تأثير الاداء خالص زي ما قلنا وبكفلها من هنا حابب اكمل تاني كان حجمها كبير مثلا فعلشان كده غلطت اصغرها اكدر ادوس على alt خدت اللون دويتي بقدر اشتغل به اكيد طبعا ملاحظين الفرج ومش عايز اكمل الصورة كلها ده كان نقطة كده ببساطة علشان نشوف الفرج اللي بتقدر مثلا تعمله ده وهنا عايز اتحكم في حجم الاداء اقولنا فوق دي خصائص الاداء في حجمها برضو يعني مش عارف اتحكم من حجمها من جمه ده هنا الصيز اقدر سغلها جدا اقدر اكبرها جدا زي ما احنا شايفين ده كان من حيث الاداء والتكبير والتصغير انا دلوقت مثلا خلصت من المشروع حكفله مثلا عبي يقول انت عايز تحفظه هقول له ياس تمام احفظ المشروع هنا باختار الجودة اللي عايز احفظ بياه بس انا نصيحتي للحفظ بادوس cancel باختار file وبقول له save as حفظ في تمام دي تركت الحفظ وباختار مثلا احفظ على desktop تمام باسمي اسم المشروع بتاع الاسم اللي انا عايزه وباختار الصيغة طبعا بفضل بصيغة ال png تمام وبقول له save تمام وبنضغط على save بتظهر معنا كامة تاني بنختار smallest slow وهنا نختار non ونختار ok ده لو هنحفظه في المكان دويت خلصت بالمشروع وهكفله مثلا مش هحفظه انا عايز اعمل باجا حاجة new مثلا وانا دلوقت في studio او في مكان وهشتغل وعايز اعمل مثلا صورة كارت كده او صورة منسابات افراح لحاجات دهيات بيكون مثلا معنا بعاد الورجة بتاع مثلا 15 في 20 بختار ال 1 سنطي هنا فيه وحدات كتير جدان بيكسل هين 6 سنتي مليمتر بختار بالسنطي وبكتب 15 في 20 وبقول له ok طبعا احنا هنشتغل بالبيكسل احنا مشتغلين في studio وابن بفضل ابعاد دهياتي على حسب النوع اللي بتشتغل فيه طبعا والصورة اللي هتعملها هنا مثلا لو هنعمل مثلا كارت ماي 1280 في 720 وبنقول له ok زي ما احنا شايفين بدينا مساحة كويسة نقدر نشتغل فيها وقبل ما نشتغل فيه ملحوظة بندوس على الجفل ده مرتين وبندغط على ok من فوق هنا واندوس وكي وبكتب علشان بس المشروع يجبال معانا التحرك بسهول لو احنا ملاحظين معايا هنا انا بقدر اكبر واصغر الصفحة من خلال البكرة بتاعة الموس ودي ساعة مش بتكون مفعلة لو احد مش مستخدم نسخة الفوتوشوب اللي انا شرحها وحطت الرابط بتاعها في اول حلقة في الكورس طيب نعمل ايه لو هي مش شغالة عندك بالبكرة هتيجي على edit وتخش على preferences من تحت ومن preferences بتدخل على general عام بتفتح معانا general بنيجي هنا بنقوله zoom with score where يعني كابر باستخدام بكرة العجلة يعني اللي هي البكرة اللي في الموس بتاعنا مش بيكون فعلا متصح احنا بنحط علامة صحة وبنضغط على اوكي زي ما احنا شايفين بتشتغل معنا ده كان موضوع النهاردة نتوانا ونحضراتكم وعمل الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ورولك الفيديو ليصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا ومتابعة كورس الفوتوشوب شكرا للمشاهدة